تراجع أعداد المؤهلين لانتخابات المجلس الوطني في النمسا اقتراب نسبة الحزب الاشتراقي من نسبة حزب الشعب قبيل الانتخابات استمرار طباط الاقتصاد النمساوي للمرة الثامنة على التوالي اعتقال كاهن بولندي وعراقي بتهمة تصناعة المخدرات في كنيسة الحكومة تعلن عن زيادة المعاشات التقاعدية في 2025 واخيرا تراجع فروع البنوك في فينة بنسبة 30% مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم وفي خبرنا الأول أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن العدد الأول لناخبين المؤهلين في الانتخابات القادمة بلغ ما يصل لستة ملايين وثلاثمائة أربع واربعين ألف ناخب بتراجع قدره صفر فاصل ثلاثة وثمانين بالمئة مقرنة بانتخابات 2019 وسجلت العاصمة فينة أكبر انخفاض بنسبة 1.95% ما يعادل 22500 ناخبا أقل ليصبح إجمالي عدد الناخبين فيها أكثر من مليون ومئة سبعة وعشرين ألفا بالمقابل شهدت ولاية النمسا السفلة زيادة طفيفة بنسبة 0.23% بينما سجلت ولايات أخرى انخفاضا ملحوظا في أعداد الناخبين مثل تايا مارك واكينتن وسجلت مقاطعة تاي بوجنلاند وفرال بيعج ارتفاع في أعداد الناخبين بشكل طفيف وستم الإعلان عن العدد النهائي للناخبين في 27 سبتمبر المقبل أظهر أحدث استطلاع للرأي لوكالة الأنباء النمساوية عبى للانتخابات البرلمانية المقبلة أن الفارق بين حزب الشعب ايفو بي والحزب الاشتراكي اس بي او هو نقطة مقوية واحدة وحافظ حزب الحرية النمساوي ايف بي او على صدراته بنسبة 27.1% بينما يشهد الصباق على المركز الثاني تقاربا بين ايفو بي واس بي او حيث سجل حزب الشعب النمساوي 23% والحزب الاشتراكي الديموقراطي 22% وحل في المركز الرابع حزب نيوس ب9.9% والخضر خامسا ب8.9% ومن المتوقع أن يدخل حزب البيرة البرلمان بنسبة 5.2% في حين حقق حزب الشيوعي كابي او بنسبة 3.1% أما الأحزاب الصغيرة فلم تدرج في الاستطلاعات أعلنت النمسا عن استمرار تباطئ اقتصادها حيث لم يشهد النادج المحلي الإجمالي أي تغير ملحوظ في الربع الثاني من عام 2024 وفقا لتقدير مع حد البحوث الاقتصادية فيفو ويعتبر هذا التباطئ هو الثامن على التوالي حيث لم تسجل أي زيادة ملحوظة منذ الربع الثاني من عام 2022 وتأثرت الشركات بارتفاع أسعار الفائدة مما أدى إلى انخفاض في قطاع البناء بنسبة 0.8% وصناعة بنسبة 0.6% بسبب تراجع الصادرات ورغم تحسن أداء قطاع الخدمات إلا أن هناك تراجعا في بعض المجالات مثل التجارة والنقل كما انخفض استهلاك الأسر بنسبة 0.5% اعتقلت السلطات النمساوية كاهن يبلغ من العمر 38 عاما بتهمة تصنيع مخدر الكريستال ميث في كنيسة بمنطقة فالد فيتل بالنمسا السفلة واعتقل أيضا شاب عراقي بتهمة التواطئ وتم حبسهم احتياطيا وبحسب المتحدث باسم الشرطة شتيفان لويدل فقد ضبطت السلطات المخدرات ومواد تصنيعها خلال مداهمة كنيسة بناء على أمر من مكتب الادعاء في كريمس وقد اعترف الكاهن جزئيا ويعتقد أن الكاهن كان يخطط لبيع المخدرات وقد فصلت أبرشيات سانك بولتن الكاهن من مهامه فيما أعلنت الأبرشيات الكبرى في وارساو عن اتخاذ خطوات قانونية وكنسية ألت الحكومة النمسوية عن زيادة المعاشات التعقدية في عام 2025 بالنسبة تتراوح بين 4.5% و4.7% بناء على معامل التعديل القانوني وسيتم فرض صقف على أعلى المعاشات مع تمديد بندل الحماية لحساب التقاعد لعام إضافي واستمرار تعليق تقليل الزيادة الأولى للمعاشات حيث بادرت الحكومة بالإعلان مبكرا ويقدر التدخم السنوي التراقمي ما بين 4.5% و4.7% ومن المتوقع إعلان التقدير السريع للإحصائيات من قبل إحصاءات النمسا قريبا مع تحديد القيمة النهائية في سبتمبر حيث ينتظر أيضا إقرار البرلمان لزيادة المعاشات أغلق ثلث فروع البنوك في فينا خلال السنوات الثمانية الماضية وفقا لمكتب الإحصاء النمساوي نديجة للتحول الرقمي في الخدمات المصرفية وانخفض عدد الفروع من 538 في عام 2016 إلى 357 في عام 2022 وبينما تفضل الغالبية استخدام الخدمات الرقمية يواجه الأشخاص الذين لا يتوفر لديهم وصول إلى الإنترنت صعوبات متزايدة حيث ترتفع تكاليف المعاملات غير رقمية مثل الإداعات اليدوية والتحولات كما يشكو اتحاد المتقعدين وجمعية حماية المستهلك من التحديات التي تواجه العملاء التقليديين مطالبين بزيادة الاهتمام باحتياجاتهم وكانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل لتطبيق إنفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا ريم أحمد أمزي سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة